تغريدات أطلقها الرئيس الأمريكي دولاند ترامب أزعجت الصين لأسيما وأنه اتهمها بعدم التعاون بما يكفي في ملف بيونج يانج فقد نددت الصين بتصريحات ترامب ووصفتها بأنها غير مسؤولة ناجمة عن مزاج متقلب وكان ترامب برر في تغريداته إلغاء زيارة وزير خارجيته مايك بنبيو إلى كوريا الشمالية بقلة تعاون بكين في ملف بيونج يانج وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانج أن التصريحات الأمريكية مخالفة للواقع وغير مسؤولة وأثارت لدينا قلقا كبيرا ورفعنا احتجاجا رسميا إلى الولايات المتحدة الأمريكية